خلينا في البداية كده نعرف سيدة المشاهدين على هذا المرض مرض التوحد صابة الأطفال بيه ممكن تبدأ من إمتى هل بيولد الطفل عنده توحد ولا من الممكن من خلال بعض العوامل والمؤثرات الخارجية يصاب بالتوحد طيب خلينا الأول بداية كده نفصل ما بين اطراب ومرض لأن الاضطرابات دي حاجة تانية ومستقلة تماما عن المرض المرض فكرته أنه هو بيتعالج وبيشفت الإنسان منه لكن الاضطراب لا عكسه تماما إحنا ممكن نوصل في شغلنا مع الأطفال المضطربين إلى تأهيل أو تهيئة نفسية أنه هو يندمج ويختلط وسط المجتمع ويوصل لدرجة شبه سوية لكن بتكونش حالة السواء الكامل فالمرض يشفى منه لكن الاضطراب لا فده مبدأي حاجة تانية بخصوص التوحد الفكرة كلها أنه أنا عندي اضطراب نمائي شامل يعني إيه؟ يعني أنا القدرات المعرفية الخاصة باللغة التركيز، الانتباه، الزاكرة، مهارات التواصل الاجتماعي ما بتكونش مكتملة عند الطفل المصاب بالتوحد فالفكرة كلها أنه بيكون عنده قدرات أعلى من قدرات تانية أو قدراته بتكون ضعيفة مقارنة بالطفل الطبيعي السوي أو بيكون جبار ومميز في قدرة معينة بتخلينا ما بنشوفش بقية الضعف أو الكسور الموجودة في بقية المهارات الخاصة بيه دي حاجة الحاجة الثالثة كمان أنه أنا دلوقتي عايزة أعرف هل أنا ابني عنده توحد أو لا خلينا نقول أنه إحنا إلى سنة 8 سنوات وده في آخر تحديث للتشخيص التوحد مؤخرا أن أنا أقدر أن أنا أشخص الطفل أنه بيبان عليه بعض الأعراض اللي أنا أقدر أقول الطفل ده عنده توحد والتوحد على أي درجة من الدرجات لأن التوحد فيه عندي بسيط متوسط شديد ما فيش حاجة اسمها عندي أعرض أو أعراضين لكن الطفل طبيعي لا ما فيش حاجة اسمها كيرا لأن إحنا كلنا بلاستثناء عندنا يعني بعض الأعراض من التوحد وخلينا نقول كده في عجلة سريعة عن أعراض التوحد أول حاجة أن الطفل ما يكونش عنده تواصل بصري كافي أو متجنب تماما التواصل البصري رقم واحد رقم اتنين ما عنديش الاستجابة السمعية المناسبة يعني التنادي عليه هو مش بيرد عليك أغلب الوقت من لقيه منغلق مع نفسه بيلعب ألعابه الخاصة هو سامع كويس ومش بيرد ولا هو دماغه وبيفكر في حاجة لا هنا اللي بيفصلي في الجزء ده بيكون دكتور سمعيات ممكن أن أبدأ أن أعمل مقياس سمع أعرف ابني بيسمع كويس ولا لأ لو بيسمع كويس أوكي بس عندي الاستجابة السمعية هي اللي فيها بطء أو ضعف أو تأخر لأن أنا عندي السمع تمام بس أنا عندي اللي انتباهه والتركيز السمعي هو اللي فيهم ضعف وده فيه فرق ما بينه هما الاتنين السمع مكتمل لكن اللي انتباهه والتركيز السمعي لما بنادي على ابني أو فيه أي حاجة مثلا بسير بيها انتباهه هو مش معايا تماما أو مستجيب لي فيها برغم اجتمال السماء الحاجة التالتة الإنعزال والانطوقية يعني مهما شايف أطفال بيلعبوا مجتمعين في أي حاجة بتلفت انتباهه مع الأطفال هو ولا يبالي هو عايش في عالم منزة توية زي ما بنقول مش مهتمة خالص حاجة كمان ممكن يخاف أو يتجنب حاجات ما يتخافش منها في العادي مثلا صوت خلاط صوت عربيات في الشارع الصوت لو ارتفع وده نتيجة تحسسه لبعض الأصوات في درجات معينة الحاجة التالتة إن استجابة الزهنية العامة بتكون عندي فيها بطء أو تراجع أو تأخر الحاجة ممكن يعني أنا بقول في عندي عراض كتيرة جدا من 14-15 عراض يعني أعتقد العراض دي كافية إنه لو أي ولي أم بلحظها لازم يستشيره بالزبط يعني هل أنا لو ظهر عندي عراض كده أنا أخاف وقولي أنا ابني عنده توحد أول حاجة لازم نلجأ لأهل التخصص طبعا ما ينفعش إن أنا شخص ابني وأنا قاعدة في البيت شكيت على أي عراض من الأعراض دي بدأ يظهر لازم إن أنا أتوجه وإن أنا أستشير متخصص نفسي طبعا الحاجة التانية إن أنا عايزة كذا عراض يكونوا موجودين علشان أقدر إن أنا أقول يعني مثلا من 5 ل 6 أعراض أنا ملحظاهم عشان أقدر أقول إن الطفل ده عنده توحد أو لا طبعا